مشروباتها الطاقة لين تشهر اتقوي كده بين الشباب؟ موضة موضة بس عايز اقول انها ابتدت في امريكا سنة 49 على فكرة من زمان جدا وفي يوروب 87 بس ابتدت من 97 في امريكا شركة مشهورة جدا يمكن اشهر شركة احنا عارفنا ابتدت تعمل بروموشن او اعناق قوية جدا فابتده يبقى ترند او موضة فهي موضة مش اكتر هي في الاخر هي عبارة عن كافين مركز بس الكافين يمكن تسألني زي القهوة ولا لا القهوة ليها فوائد تانية مضادات اكسادا وفوائد تانية كتير لكن المشروبات الطاقة بتختلف ممكن نسبة الكافين يبقى كتير فيها جدا فده الولاد تشربها كتير لانها عصير يعني زي عصير او حاجة لعبة فبيشربوها كتير جدا فيها حاجات تانية موجودة ما بتبقاش كافين بس بيبقى فيها نسبة سكر عالية جدا زي المسكرة فيها مثلا من سبع العشر معالق سكر في الكعن في الوحدة ما هي طبيعية تدي طاقة؟ لا ما هي تدي طاقة كافين مع السكر وفيها حاجات تانية زي فيتامين بي من الحاجات اللي بتولي الطاقة فيها حاجات زي تورين شوية احمد مني بسيطة في حاجة اسمها جورانا جورانا دي حاجة كده عشب بيدي كافين تاني مروضي بدايل والذي حاجات موجودة موجودة في الانرجي درينك الكمبينيشن دي الكيراتين ففيها حاجات كتيرة مجموعة حاجات موجودة بتولي الطاقة فالولاد الفكرة انهم اخدينها ترندو على فكرة تلتين اللي بيستخدموها في العالم من التينيجرز عشان تبقوا عارفين فيها طال عمودة اكتر بس ليها اضرار كتيرة جدا زي ما انت قلت ويمكن الجامعية الامريكية للاطفال حذرت من استخدامها للتينيجرز لغاية سن 17-18 سنة اصلا هتلاقوا اغلب اللي بيستخدمها انا بتكلم في مصر كمان الوقت السنة ده بالذات اللي هم ممنوع ان هم يستخدموها لانه ده بتأثر جدا على القلب زي ما قلنا على الضغط على ضربات القلب على كمان الوراد تخدها عشان تفوق وعشان طاقة هي اكتشلي بتهايبارهم بالذات ما بياخدوها زيادة يعني عملوا ساديز وعملوا حاجات بتلاقوا ان العيل بتبقى اجراسيف جدا ممكن يبقوا عصبيين جدا مبيناموش كويس بتأثر على الميتابوليزم يعني ما همش حيناموا كويس الميتابوليزم اللي هيأثر عليه السكر هي نسبة سكر عالية جدا بتاخديها طبعا بتزود ضربات القلب بتعمل شوية ديها بالذات الولاد الرياضيين رغم ان هي كتمعمول عشان ممكن تعملهم جفاف يعني رغم ان هي كتمعمول عشان يدو طاقة قبل التمرين بس طبعا ان الكافين بيعمل اضرار للبول شوية ممكن يقلل السوديوم شوية مع الحر اللي احنا فيه ممكن يحصل ديهايدريشن فيقصر على القلب ويقصر على البرفورمانس او اداء الرياضي احسن ما يزوده زي ما هم فاهمين عايزين نقول في الاخر اللي اعتدال يعني هما لو نفسوهم فيه هو زي ما احنا قلنا كافين موجود لا لا ما تقوليش كده تقوليش لو نفسوهم فيه ياخدوا هو المفروض ان هو ما يستخدموش لغاية 17-18 أصلا اتكلم عن العادي الاعتدال مطلوب يعني ما يبقاش زي ما كنا بنتكلم ان هما طول ما هم ماشيين بيجبوه ده الراجلور كل يوم طب الاعتدال يا مروع ازاي؟ يعني مسموح لو نقدر نقول كده بشكل آمن اتناول مشروب الطاقة قد ايه مثلا في الاسبوع موسيقى Oh شكرا